بسم الله الرحمن الرحيم وموضوع الدرسنا لهذا اليوم هو المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة في جزئه الأول للصف الثالث متوسط سنتعلم اليوم كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة المعطاة ويوازي مستقيما معلوما بصيغة الميل والمقطع وسنتعلم كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة المعطاة ويوازي مستقيما معلوما بصيغة الميل ونقطة وسنتعلم المستقيمات المتوازية في البداية لدينا المستوى الإحداثي وسمنا على المستوى الإحداثي خطين أثقيين بما أن الخطين أثقيين فإن الميل لهم يساوي صف ومن الرسم نلاحظ أن الخطين متوازيين لا يتقاطعان وميل الأول صف وميل الثاني صف وسمنا كذلك خطين رأسيين متوازيين وبما أن الخطين رأسيين فإن الميل لهما غير معروف من ذلك نستنتج المستقيمان المتوازيين لهم الميل نفسه كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة المعطاة ويوازي مستقيما معلوما بصيغة الميل والمقطة مثال أكتب معادلة المستقيم المار بنقطة سالف ثلاثة فاصلة خمسة ولموازي للمستقيم صعاد يساوي اثنين سين ناقصا أربعة بصيغة الميل والمقطة في البداية تعرفنا أن ميل المستقيمين المتوازيين متساوي لهم الميل نفسه فميل المستقيم صعاد يساوي اثنين سين ناقصا أربعة هو اثنان من ذلك يكون ميل المستقيم الموازي له يساوي اثنان كذلك الآن تعرفنا أن الميل اثنان والنقطة التي يمر بها المستقيم هي سالف ثلاثة فاصلة خمسة الآن نوجد المقطع الصادي الصور العامة للمستقيم بصيغة الميل المقطع هي صعاد تساوي ميم سين زائد الباب والمقصود بالميم هي الميل والباب هو المقطع الصادي المراد إيجاده الآن صعاد في النقطة هي خمسة والسين هي سالف ثلاثة والميل هو اثنان إذن الخمسة يساوي اثنان مضربا في السالف ثلاثة زائد الباب إذن الخمسة ستساوي اثنان ضرب سالف ثلاثة بسالف ست إذن الخمسة تساوي سالف ستة زائد الباب إذن الباء في هذه الحالة ستساوي 5 زائدا 6 إذن الباء تساوي 11 الآن أوجدنا الميل وأوجدنا المقطع الصد متبقي الآن كتابة المعادلة المعادلة هي صاد تساوي 2 سين زائدا 11 الاثنان هو الميل والإحدى عشر هو المقطع الصد تقويم اكتب معادلة المستقيم المارض بالنقطة سالب 1.2 والموازن المستقيم صاد يساوي 1.2 ناقصا 3 بصيغة الميل والمقطع بما أن المستقيمان المتوازيان لهم الميل نفسه فإن ميل المستقيم هو 1 على 2 الآن متبقي إيجاد المقطع الصورة العامة المستقيم بصيغة الميل المقطع وباة الحياة صاحد تساوي ميم سين زائدا البا والميم هي 1 على 2 والصايد اثنان والسين سالب 1 إذن 2 تساوي 1 على 2 مضربا ب toma 1 زايدا البا 1 على 2 مضربا ب Jude 1 إذن سالب 1 على 2 إذن 2 تساوي سالب 1 على 2 زائد البا في هذه الحالة البا تساوي 5 على 2 إذن المعادلة ستكون صاد تساوي 1 على 2 سين زائد 5 على 2 كتابة معادلة المستقيم المار بلقطة معطا ويوازي مستقيما معلوما بصيغة الميل ونقطة مثال اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 4.1 والموازي المستقيم صاد يساوي 1 على 4 سين زائد 7 بصيغة الميل ونقطة في البداية معادلة المستقيم صاد تساوي 1 على 4 سين زائد 7 الميل هو 1 على 4 والمستقيم الموازي له له نفس الميل إذن ميل المستقيم الموازي له سيصبح يساوي 1 على 4 4 إذن معادلة المستقيم الموازي والمار بلنقطة 4 فاصلة سالب 1 هي صاد ناقصا صاد 1 تساوي ميل مضروبا في السين ناقصا سين 1 صاد 1 هو سالب 1 وسين 1 هي 4 والميل هو 1 على 4 إذن صاد ناقصا سالب 1 يساوي 1 على 4 مضروبا في السين ناقصا 4 إذن صاد السالب في السالب يتحول إلى موجب إذن صاد زائدا 1 يساوي 1 على 4 مضروبا في السين ناقصا 4 وهذه هي المعادلة تقويم اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة سالب 5.2 والموازن المستقيم صاد يساوي 1 على 2 سين ناقصا 3 بصيغة الميل ونقر نحن نعلم أن ميلي المستقيمين المتوازيين لهم نفس الميل وبما أن المستقيم صاد يساوي 1 على 2 سين ناقصا 3 موازن للمستقيم المار بالنقطة السالب 5.2 فعن ميل المستقيم هو 1 على 2 متبقي الآن إيجاد المعادلة الصورة العامة للمعادلة بصيغة الميل ونقطة هي صاد ناقصا صاد 1 تساوي ميم مضروبة في سين ناقصا سين 1 والصاد 1 من النقطة قيمة 2 والسين 1 سالب 5 والميم 1 على 2 إذن صاد ناقصا 2 يساوي 1 على 2 مضروبا في السين ناقصا سالب 5 السالب في السالب يتحول إلى موجب إذن المعادلة صاد ناقصا 2 تساوي 1 على 2 سين زائدا 5 لدينا مستوى إحداثي ولدينا الخطين معادلة الخط الأول صاد تساوي سالب 1 على 3 سين زائدا 2 ومعادلة الخط الثاني صاد تساوي سالب 1 على 3 سين ناقصا 1 بدين السؤال الآتي هل هذان المستقيمان متوازيان نلاحظ أن ميل المستقيم الأول هو سالب 1 على 3 وميل المستقيم الثاني سالب 1 على 3 إذن لهم نفس الميل إذن المستقيمان متوازيان إذن يقول المستقيمان غير رأسيان متوازيان إذا تساوي ميل هما المستقيمات المتوازف حدد إذا كانت المستقيمات الآتية متوازية أم لا لدينا المستقيم الأول 60 ناقص 2 صاد يساوي سالب 2 ولدينا المستقيم الثاني معادلة صاد تساوي 30 ناقص 4 ناخذ معادلة المستقيم الأول 60 ناقص 2 صاد تساوي سالب 2 صيغة الميل المقطع في الطرف الأيمن يكون صاد صاد يساوي 20 زائدا إذن ننقل 6 للطرف الأيسر فتصبح سالب 6 سين إذن سالب 2 سين يساوي سالب 6 سين ناقص 2 بما أن الطرف الأيمن مضرب في سالب 2 فإن عكس الضرب هو القسمة إذن نقسم جميع الحدود على سالب 2 سالب 2 مقسوما على سالب 2 يتبقى الصاد يساوي سالب 6 مقسوما على سالب 2 السالب مقسوما على السالب بموجب 6 على 2 بثلاثة سين سالب 2 مقسوما على سالب 2 بواحد إذن صاد تساوي ثلاثة سين زائدا الواحد في هذه المعادلة الميل هو ثلاثة متبقى معادلة المستقيم الثاني صاد تساوي ثلاثة سين ناقصا أربعة الآن الهدف إيجاد الميل الميل هو ثلاثة نلاحظ ميل المستقيم الأول ثلاثة وميل المستقيم الثاني ثلاثة بما أن الميل للمستقيمين متساوي فإن المستقيمين متوازيين تقويم حدد إذا كانت المستقيمات الآتية متوازية أم لا معادلة المستقيم الأول هي إثنان صاد تساوي سين ومعادلة المستقيم الثاني ثلاثة صاد تساوي إثنان سين زائدا ثلاثة الهدف إيجاد هل المستقيمين متوازيين أم لا نعرف أن المستقيمين متوازيين إذا كان لهم الميل نفسه معادلة المستقيم الأول إثنان صاد تساوي السين بما أن الصاد مضربة في الإثنان فإن عكس الضرب هو القسمة إذن نقسم الطرفان على إثنان إذن إثنان مقسم على إثنان يتبقى الصاد واحد على إثنان سين من المعادلة يكون الميل يساوي واحد على إثنان المعادلة الثانية ثلاث صاد تساوي اثنان سين زايدا ثلاثة بما أن الصاد مضربة في الثلاثة فإن عكس الضرب هو القسمة إذا نقسم جميع الحدود على ثلاثة إذن صاد تساوي 2 على 3 السين زائدا 3 على 3 3 مقصومة على 3 في 1 إذن صاد تساوي 2 على 3 السين زائدا الواحد من المعادة التي بصيغة الميل والمقطع فإن الميل يساوي 2 على 3 إذن ميل المستقيم الأول 1 على 2 وميل المستقيم الثاني 2 على 3 إذن بما أن الميل بالمستقيمين غير متساوي فإن المستقيمين غير متوازيين تعلمنا اليوم كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطعة ويوازي مستقيما معلوما بصيغة الميل والمرض وتعلمنا كذلك كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطعة ويوازي مستقيما معلوما بصيغة الميل والرض وتعلمنا أخيرا المستقيمات المتوازنة في الختام أزيز الطالب وأزيز الطالبة أتمنى أنكم قدمنا ما يفيدكم وما يثر العملية التعليمية لديكم ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى درس قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر